السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نكتعرف جميعاً دكريت دوري لانشو دخل حيز التطبيق ابتداء من اليوم وجاء بمجموعة من المستجدات من ضمن هذه المستجدات مساعدات وتعويضات لمجموعة من الفئات سواء فيما يتعلق بالأسر سواء فيما يتعلق بالعمال الموسميين والعمال العاديين سواء فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والبرتتائبة إذا اليوم بالأخص سنرى فئة وحدة بالأخص هي فئة لكل في إليبادانتي ما هي التعويضات أو المساعدات اللي جاء بها هذا دكريت دوري لانشو إذا قبل ما نرى ما هي الشروط اللي خاصة توفر في إليبادانتي باش يمكن لهم يحصلوا على هذا البونوس متع 1,000 أورو اللي هي 500 أورو دي الأفريل و 500 أورو دي الماي كنطلب منكم دائما بس تسجلوا في القناة إذا كنتوا كتستفدوا منها وباش تعملوا ببرتاجي باش تكون استفادة عامة إن شاء الله بالنسبة لكل في إليبادانتي الدكريت دوري لانشو خاصص 1,000 أورو كتعويض لهذه الفئة اللي ما استفدتش من الكاسة دي إنتيجراتيوني وما استفدتش من المساعدات اللي كان جات في الدكريت دوري كورا اللي كان جا في مارس هاد الفئة دياللي كولف إليبادانتي كين مجموعة مجموعة ديال العمال منه مثلا اللي جوفرنانتي ديال المنازل اللي كيسيروا المنازل منها اللي كيهتموا مثلا بالحضائق دائما في إطار خدمة الأسرة منهم اللي كييشتغلوا مثلا كسائقين لبعض العائلات منهم الحراس يعني كل من يشتغل طباخة اللي كيشتغل معا شيء أسرة يعني داخل العائلة داخل المنزل فهو تيدخل في هاد الفئة نتاع لكولف إليبادانتي إليبادانتي إحنا عارفين هم هما اللي كيساعدوا يعني لكورة لبرسوني لأسيستنسة لبرسوني كيساعدوا واحد شخص ما يمكن لوش يعتمد على نفسه سواء من ناحية الصحية أو من ناحية السن يعني ما بقاش قادر أنه يقوم بالمسائل دياله الخاصة فيما يتعلقه مثلا اللبس فيما يتعلقه الغسل بعض الأحيال الأكل يعني خاصة شي واحد اللي يساعدوا اللي يهتم به هما هادوك لبادانتي لدوميستيشي أو لكولف هادو كلهم داخل فيهم الجاردينية القوبرنانتي الطباخ الصائق يعني أي واحد كيشتغل يعني في خدمة واحد الأسرة معينة داخل المنزل ومشي خارج من المنزل إذن هادو الفئة كاملة جاي هادو المساعدة أو هادو التعويض نتع ألف أورو للشهر ديال أفغيل وشهر ديال ماي ولكن خاصة تكون فيهم مجموعة من الشهرات الشرط الأول أن يكون العقد العمل ديال هادو ميستيكو أو ديال البادانتي يعني ما تيقلش على عشرة ديال السويع في الأسبوع سواء كين بعض الناس اللي عندهم مجوش ديال العقود يعني كيشتغل في هذا المنزل وكيشتغل في المنزل الآخر إذن يمكنه يجمع العقود بجوجهم مثلا أنت يعمل ثمانية السويع مع شخص وكيعمل ثمانية السويع مع شخص ثاني العقدين كيعمل 16 ساعة فقط أنه ما يكونش عنده قل من عشرة ديال السويع في الأسبوع الشرط الثاني يجب أنه لا يكون مقيم مع رب العمل لأن كين بعض الناس اللي مثلا اللي بادانتي اللي عايشين مع رب العمل فتي يكلوا معاه يعني كيسكنوا معاه ما عنده مش يعني ما عنده مش الكرة ما عنده مش مثلا الأكل يعني مجموعة ديال المصاريف اللي هي متوفرة لهم وكيمكن لهم يستفدوا من الداتوري دي لابورو إذن إلا كان الابادانتي أو الدوميستيكو عايش مع الداتوري دي لابورو مع صاحب العمل ما يمكن لش يستفد من هاد الألف أورو فقط الناس اللي ما عايشينش مع رب العمل واللي يعني على الأكل والشرب يعني وبعد أحيان حتى النقل الشرط الثالث اللي يكون يعني حاصل على شي تقاعد كين مجموعة ديالناس اللي كيكون مثلا عندهم تقاعد نسبي أو مثلا عندهم تقاعد كامل وما زال في إمكانهم باش يشتغلوا إذن دوك الناس اللي عندهم تقاعد ممكن لهمش يستفدوا من هاد الألف أورو لأن يعني الدولة كتشوفهم كبه اللي ما متضغين ش بزاف كبه الناس اللي ما عندهم ش التقاعد ما عندهم حتى شي مساعدة وما سكنين ش مع رب العمل يعني خاصة تعاوضهم لأن هم تقصحوا وتضغروا يعني في هذا الشهور اللي بقاه في المنازل إذن أن هم يكون عنده التقاعد ولكن بالنسبة للتقاعد كينين بعد الناس اللي عندهم لين بالنسبة للناس اللي عندهم للسيني يعني شك انت هدا ما داخل الناس اللي عندهم لين فالنفالي ديتا يعني الفالي ديتا اللي ديال دوي تشينتو يمكن لهم أن هم يخدموا هدوك الناس يعني يمكن لهم يستفدوا من الف أورو يعني 500 ديال 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 اما بالنسبة اللي عندهم تقاعد ممكن لهم يستفدوا اذا كانت هادي هي الشروط اللي خاصة يعني توفر سواء في دوميستي أو في بادانتي دا بغض نشفوش كل ما عندوش لحق أنه يستفد اذا بالإضافة لهات الشروط هادي إلا كان يعني الإنسان فيها الشروط كاملة ولكن يستفد من البونوس نتعسي 100 اورو وديال أو ديال 1000 اورو يعني اللي جاء في الدفعة اللولة ممكن لش يستفد حتى من هاد المساعدة أو هاد البونوس الناس اللي كيستفدوا من غيضيتو ديال شيتا ديال مثلا كيم كلهم يستفدوا ولكن بيش وروط مثلا إلا كان دك غيضيتو ديال شيتا ديال ديال نسا كييجيك في الشهر ديال 500 اورو ممكن لك تستفد من هاد البونوس بحالة ما إذا كان عندك غيضيتو ديال شيتا ديال تأخذ عليه فقط 200 اورو كتستفد فقط 300 اورو للشهر يعني شهرين 600 اورو بحالة بالنسبة الماي بالنسبة الأفريل تستفد 400 اورو بالنسبة الأفريل أو 400 اورو بالنسبة الماي يعني كتجيك 800 اورو وهي هكا يعني اللي ما عدي في غيضيتو ديال ديال 500 اورو ممكن لوش يستفد وخيكون فيه جميع الشروط اللي ذكرنا في الأول الناس اللي ما كتستفد من غيضيتو ديال ديال من طبع الحال غادي استفدو بألف اورو فيها 500 ديال افريل و500 ديال ما اذا كان هذا البونوس اللي خاص بالكولف اللي بادانتي قريبا غادي نشوف المساعدات الأخرى بالتفصيل تنحييكم كنشكركم الى اللقاء